بتفرج على مسلسل اللي أنا أعيش في جلباب أبي فسمعت اسم عبدالغفور البرع طبعاً إحنا عارفين أن اسم عبدالغفور ده اسم إسلامي ظهر في العصر الجديد بتاعنا ده ما كانش موجود عند المصرين أخذ ماء لكن اسم برع ده هو ده اسم عربي ولا ده اسم مصر القديم أحب أقول لكم من خلال أنا يعني أنا اكتشفت هذه المعلومة حدش يسرقها مني برعي جاية من كلمة برع أو برعو وأن حرف الياء اللي تم إضافته فيه برعي هي ياء الملكية أو ياء الانتماء يعني أن برعي معناها عند المصر القديم المنتمي إلى البيت العظيم وهو برع دي معناها البيت العظيم فلما أنا أقول برعي يبقى أنا كده بقول أنا أنتمي لهذا البيت العظيم فهمتوا بقى أن في بعض الحاجات ممكن نفسرها وممكن نعرفها من خلال بس المعرفة أو اسم برعي ده طلع مصر القديم وفيه أسامي كتير جدا مصر القديم زي بايومي بايوم بمعنى بحيرة فلما أقول بايومي يبقى المنتمي إلى البحيرة فهمتوا؟ فيه أسامي كتير جدا ترجمة نانسي قنقر